اشتركوا في القناة سأكون معكم في هذا اللقاء بإذن الله عز وجل في مادة الفقه وسنتكلم في درسنا لهذا اليوم عن آداب المجالس والمقصود بالمجالس سواء كان هذا المجلس في البيت أو في استراحة أو عند الجيران أو حتى في المدرسة فكل ما يجتمع الناس حوله ويجلسون مع بعض يسمى مجلس فتعالوا بنا جميعا نتعلم ماذا نقول في هذه المجالس حتى يطرح لنا الله فيها البركة وحتى لا نكسف فيها الإثم فأول ما ينبغي عليه في هذه المجالس السلام عند الدخول ما السلام عند الدخول؟ أنا الآن في مجلس أبوي موجود أمي موجودة إخواني موجودين جيراني موجودين أول ما أدخل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهي تحية الإسلام بل إن فيها أجرا عظيم تقول السلام عليكم هذه بعشر حسنات ورحمة الله بعشر حسنات وبركاته عشر حسنات يصبح عندك ثلاثين حسنات بأعمل بسيط جدا بعضنا ما يقولها أول ما يقول هلا كيف الحال حياكم لا فلنتعلم ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم هلا وحياكم كلها ألفات طيبة لكن بعد ما نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في المقابل ماذا واجبي أنا اللي جالس في المجلس إذا رأيت واحد سلم ماذا أقول فإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردها أقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ويعطيني الله ثلاثين حسنا مثل ما أعطى الذي سلم علي وهذا أجر عظيم لا نخفى عنه ثم بعد ذلك إذا أنتهى المجلس وخلصنا وسولفنا وانبسطنا وقلنا كلام طيب نختمه بما بدأنا كما هو موجود لدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هذا أول أدب من آداب المجالس كما ترون في هذا المثال أمامكم لو إن معلما دخل إلى الفصل فماذا يقول المعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بما يرد عليه الطلاب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بهذه اللفظة تكون قد حصلت على ثلاثين حسنة والذي رد ثلاثين حسنة ويقول المعلم من دلتها من الدرس وخروج من الفصل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا أول أدب من آداب المجالس الأدب الثاني من آداب المجالس وهي البشاشة وهو أن يكون وجهك متبسمة ما تدخل زعلان ومقطب عن حواجبك وغضبان وتسب والتي لا بد أن تأتي وتبسم ترحك في وجه أخيك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق يعني بوجه مبتسم والنبي يقول في حديث آخر تبسمك في وجه أخيك صدقة لا فيه تعم فقط أنك تفتح فمك شيء يسير حتى تظهر ابتسامتك الجميلة وتكسب على هذه الابتسامة الأجر لأنك أدخلت السرور على الشخص الذي معك في المجلس طيب ثم بعد ذلك هو ما يسمى من آداب المجالس التفسح في المجلس للداخل والله مثلا كنا في عزيمة أو في زواج وتعرفون يكون في زحمة وكذا جاء واحد دخل وشاف المكان مزدحم كثير يستحي فمن واجبنا أنا وأنت أن نتقارب هذا يسمونه التفسح في المجالس نتقارب نتقارب حتى يأتي ويجس بيننا يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس ماذا ففسحوا يفسح الله لكم أي أن الله يوسع لكم لماذا؟ لأنكم أدخلت السرور على قلب هذا الشخص الذي أتى وجلس بجواركم هذا المجلسة بعض لا يتمدد يقول لا أنا فكنا زحمة لا اكسب الأجر لأنك لو أنت في مكانة تتمنى أن يفسحوا لك في المجلس أو لا تتمنى ذلك ثم بعد ذلك أيها الأحبة الكرام ننتقل إلى أدب رابع من آداب من آداب المجالس وهو كما ترونه أمامكم الإنصات وعدم مقاطعته وتجنب رفع الصوت وهذا نعاني منه كثير تجدنا أحيان في مجالس والصيح وهذا يصيح وهذا يرفع صوت ومن الأدب أن الذي يتحدث واحد والجميع ماذا؟ يستمع حتى ينتهي كلامه ثم يتحدث الذي بعده ثم الذي بعده ولا يرفع صوته لأن رفع الصوت ليس بمستحسن بل يجب الأدب والاحترام ونفعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فكان إذا تحدث جميع الصحابة يستمعون فمن الأدب أن نسمع لمن هو أمامنا ولا نقاطعه وأقول أيضا كذلك أنت إذا تكلمت تريد أحد يقاطعك أبدا تتمنى أن لا أحد يقاطعك وكذلك الناس من الأدب الخامس من آداب المجالس أيها الأحبة وننتهي بإذن الله عز وجل منه وهو الأدب الخامس ثم بعده السادس ذكر الله والصلاة على النبي لا بد أن يكون في مجالسنا أو كل ضحك ولعب واستهزاء وغيبة ونميمة لا نذكر الله عز وجل ونسبح الله ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم في بيت من بيوت الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله عند الملاء الأعلى وهم الملائكة فلا بد أن تكون مجالسنا فيها ذكر ما يكون كلها غيبة وسب ولعن وشتم ثم بعد ذلك يا أحبة وسنأتي إن شاء الله إلى الأنشطة ونحلها جميعا آخر شيء الذي هو يسمونه كفارة المجلس ما هو كفارة المجلس؟ هذا يقولها الإنسان بعد أن يجلس في مجلس طويل ساعة ساعتين ثلاث أو شيء أو حتى عشر دقائق أو ربع ساعة هذا الدعاء إذا قلته يغفر الله لك جميع ما قلته في المجلس ما هو هذا الدعاء؟ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك هذا الدعاء أيها الأحبة حافظوا عليه فكل ما جلس في مجلس ثم انتهى هذا المجلس وقبل أن تقوموا تقولوا هذا الدعاء ويغفر الله لكم جميع ما قلتم في هذا المجلس فالمطلوم منكم أيها الأحبة أن تحفظوا هذا الدعاء وفقنا الله وإياكم لكل خير وسيكون بإذن الله عز وجل هناك أنشطة وسيكون هناك ورقة عمل سأرسلها لكم بعد هذا المقطع أسأل الله أن يكتب لنا ولكم الأجر وأسأل الله أن يبارك لنا ولكم وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم شكرا لكم لاستماعكم وجزاكم الله خيرا ونلتقي بإذن الله في درس قادم في برنامج مع أن نستمر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة